بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي دكتور علاء عداسي استشاري الأوراة مؤمنات الدم وموضوعنا اليوم علاج تخثر الدم تخثر الدم يحدث عند حدوث علقة أو خثرة في الدم في أحد الأوعية الدموية في الجسم سواء كانت هذه الشرينات وهي الأوعية الدموية التي تؤدي بالدم من القلب لباقي الجسم أو الأوردة وهي الأوعية الدموية التي تؤدي بالدم من باقي الجسم إلى القلب علاج هذا التخثر يعتمد على سبب التخثر ولكن بشكل عام فعلاج التخثر يهدف بشكل أساسي إلى إيقاف عملية تخثر الدم بحيث لا تزيد سوءاً ولا يتزداد انتشاراً ولا يزداد وقعها على الجسم عند حدوثها والسبب الآخر لعلاج هذا التخثر هو منع رجوع هذا التخثر مرة أخرى ويكون هذا على شكل أدوية عديدة أحد هذه الأدوية تسمى Anti-Platelet Agents وهي أدوية مصممة لمعالجة الصفائح وتؤدي إلى تثبيت عمل الصفائح في الجسم وزيادة ميوعة الدم بشكل عام أمثلة هذه الأدوية الأسبرين بأنواعه Plevix Clopidogrel بأنواعه وخلافه وهذه الأدوية تستخدم خصوصاً في التجلطات أو التخثر الذي يحدث في الأوعية المؤدية للقلب ولي الدماغ بعد أن يستأنس برأي الطبيب المعالج سواء كان طبيب القلب أو طبيب العصاب طبيب الدماغ أدوية التخثر الأخرى تقع تحت مظلة ما نسميه Anti-Coagrens وهي أدوية مصممة لزيادة ميوعة الدم عن طريق التدخل بالميكانيكية التي تسبب تخثر الدم أمثلة هذا الكلام الهيبرين بأنواعه والهيبرين ممكن وهو دواء Anti-Coagrens يعطى عن طريق الوريد أو عن طريق الجلد Subcutaneously في كثير من الأحيان وهذا أحد أكثر أدوية Anti-Coagrens الشيوع الورثرن بأنواعه هي حبوب تعطى بهدف زيادة تمياء الدم وهذه الحبوب تحتاج إلى مراقبة دورية لفحوصات التخثر مثل ال-PT وال-INR للمحافظة عليها ضمن النطاق المطلوب ثمت أدوية Anti-Coagrens أخرى أكثر استخداما الآن لا تؤثر على ال-PT INR بشكل مباشر ولا تحتاج لنفس فحوصات الدم بنفس المشاهدة ونسمي هذه الفئة Novel Oral Anti-Coagrens وهي أيضا تعطى على شكل الحبوب للجسم استخدام كل واحد من أدوية التخثر التي أسفنا ذكرها يعتمد على مكان وجود التخثر سبب وجود التخثر الطريقة التي حدث فيها التخثر هل هذا التخثر لأول مرة أو مرة أخرى الأمراض الأخرى التي صاحبت حدوث التخثر فمثلا عند حدوث التخثر مع وجود ورم سرطاني في الجسم نفضل إعطاء المريض عند عدم وجود مانع طبي لذلك تمياء على شكل Low-Molecular-Weight-Heparin وهي أحد أنواع الهيبرين التي تعطى عن طريق الجلد وفي أحيان كثيرة لا تحتاج لفحصات دورية لضبط مستوى التميع في الدم بعد أن يضبط هذا جرعة المميع بناء على وزن المريض وقت إعطاء الجرعة ويكون هذا التميع بمدى الحياة في حالة وجود ورم لا يمكن الشفاء منه أو لفترة محددة بعد الشفاء من الورم واختفائه بشكل كامل أنواع أخرى من التميع تعطى لفترة محددة عند زوال السبب الذي أدى لها وبعض أنواع التميع الأخرى تعطى مدى الحياة خصوصا عند رجوع التخثر مرة أخرى أو عند وجود السبب يستدعي إعطاء المريض مميع مدى الحياة من المهم على المريض أن يخطر طبيبه المعالج خصوصا إذا لم يكن طبيبا يعرف حالته منذ البداية بأنه يتلقى مميع للدم أمثلة ذلك عند مراجعة المريض الذي يتلقى أدوية مميع للدم لطبيب الأسنان لخلع سن على سبيل المثال حيث يتوجب على طبيب الأسنان أن يعرف ذلك أو عندما يعرض نفسه لمشهور الجراح حيث يجب التدخل لإيقاف الأدوية المميعة أو تعديل جرعتها أو تغيير نوعها في الوقت أو الفترة المحيطة بالعملية والعودة لها بعد ذلك بعد انتهاء العملية وانتهاء مشاكل التي تصاحب النزيف في الفترة داخل العملية وبعد العملية الجراحية مباشرة أدوية المميع بشكل عام تحتاج إلى مراقبة حثيثة من طبيب المعالج الذي أعطى هذا المميع سواء كان هذا الطبيب طبيب القلب طبيب الأعصاب أو طبيب الدم أو طبيب الباطني المعالج والتأكيد على أهمية الالتزام بالجدول والجرعة المعطى لهذا المميع وأتجنب الأدوية التي ممكن أن تتعارض مع هذا المميع خصوصا عند تلقي المريض لدواء الورفرين الذي قد يتعارض مع الكثير من الأدوية والمأكلات الأخرى ترجمة نانسي قنقر